السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ازاكم عامليني يا رب تكونوا بخير يلا يتا الكرسي سورة الاخلاص المعوزة تين ان شاء الله نتكلم مع بعض عن الان نبدأ كده بسم الله بالدججن اول حق زي ما احنا عارفين كده على السريع احنا عارفين طبعا ان احنا كاننا كالاكل بتاعنا ما يقول كون مسلا في السورة او مسلا في السورة يكون في سورة يكون في سورة دايساكرايد او مونوساكرايد اي لم يكن انا كان اللي احنا Cameraلا يقول ذا السكر اللي في هو عبارة عن ايه ولكن في الاخر العموما لا�� peligش بعيد جزمانك بدأر يستفيد وبين يمتصر بين يكون عندنا في سورة المونوساكرايد فبح ان شاء الله الناردو عايزين نعرف مع بعض ازاي نوصل بتاعنا ده او السكر بتاعنا الكربادريت اللي احنا ناكله ده نوصله المونو ساكرات شنودر جسمنا النوعية يحصل له ايه? يحصل له ابزربشان ويمتص وقدر تستفيد بيه. تمام? طيب. فانا هنبدأ مع بعض. اول حاجة اللي ان احنا عندنا في نوعين من السكر والله او اكتر يعني زي ما نسمناه قبل كده. فعندنا اللي هو ايه? اللي هو المونو ساكرات. وده اللي هو اللي احنا عايزين. اللي احنا ايه? يعني مش هتحتاج انت تعمل له مش هتحتاج انك انت تحلل له الحاجة اصغر منه عشان تمتصه. هو ده اصغر في الاقطعة اوصل لرحل انت ته missing. طريل ما انت عندك اللي هو第一 liter فورم منه اللي هو يقدر الجسم اللي هو الخلاة تستفيد منه. تمام? ولا لك نديل الساكرات والبول Lei ساكرات بنعمل حاجة اسمها هادرولسيس بنقسره. عشان نحصن منه في الاخر العائلة هو المونو ساكرات عشان ايه? جسمنا يقدر نمتص ويتستفيد منه. حتى خاطر اكتب لك هنا انworks انها عندنا او عندنا الشكل بس اللي احنا هبنقدر نمتص ونصفيد منه هو ايه المونو سكرايد. تمام? تمام. يلا نتكمل مع بعض. زي ما احنا شايفين كده. ده مسلا اتنين جزء سكر مسكين مع بعض عبارة عن داي سكرايد. مسكين بحاجة بيه ربطة دي نسميها فهل عشان نقدر نحصل على السكر الوحادي منه ونقصره. فبنحتاجها اسم ايه? من اسمها كده. ايه جاي بدل كلمة جلايكوسيديز من اسمه كده ان هو يقصر ربطة دي. بحاجة دينا في الاخر لوا المونو سكرايد بحاجة نقدر نحن ايه جسمنا الخلاية تدر او الانسجة تدر نيه تمتص السكر ده. ويستفيد منه ايه ويخش عندنا في جسمنا نحصل منه بقى على طاقة نخزن مسلا في سورة جلايكوجن والكلام ده كله ان شاء الله نعرف ايه مع بعضهم. طيب. يبقى احنا كده عندنا زي ما شايفين كده اللي هو عندنا جلايكوسيديزيز دي. دي عندنا الانزيمات اللي بتقصر. او اللي احنا عندنا لا اللي هو البند اللي ما بيني عندنا الثو شجر. اللي ربطين عند الرابطة اتنين سكر مع بعض رابطة اتنين جزية سكر مع بعض. يقول لها جلايكوسيديزيزيز بيقصره. تمام? وده عندنا بيكون متخاصس بقى والله بشكل معين من السكر مسلا من نوع سكر معين سكر مسلا الفركتوز زي ما نشوف ان شاء الله كمان شوية او مسلا مخصص مسلا هو يقصر ربطة معينة اللي هو مسلا الفة واحد وستة. لا او احد يكسر تاني الفة واحد وربعة تاني بيكسر مش عارف بيتا. على حسب هو يشتغل عليه ان شاء الله. تمام طيب? تعال نشوف مع بعض. اول حاجة ان شاء الله احنا بناكل مسلا اكلنا بيعدها حاجة عن الموس. دي عندنا اول خطوة او اول مرحلة اول محطة بيقابل عندنا الضيط بتاعنا بيقابلها هي الموس عندنا او الفم. بيبتدى عندنا زي ما احنا عارفين في الموس في حاجة عندنا اسمها اللي هي الغدة اللعبية. بتفرض حاجة اسمها عميليز. العميليز عندنا بتفرض عندنا في الفم ده. بيبتدى عندنا اللي هو يشتغل ويكسر. ولكن لو عايز قال لك سؤال كده هل يعتبر احنا عندنا او هضم اللي احنا هنقصره في الفم يعتبر عندنا عملية هضم? قال لك والله ما ندرش نعتبره كده عشان ايه عندنا العميليز ده? بيكسر كده بسرعة شوائية شوائية رابط وخلص ما بتحاشى ان هو يكمل الشغل وهو احنا على طول بنبلغ على طول. يعني انت بتاكل الاكل بسرعة ما عندكش كده صبر. بتاخد على طول كده عطمتين والحاجة تبدل تضغط مرتين كده والحاجة. وبقى كده بتدخل الاكل عندك في بطنك على طول العميليز ما بحاشى ان هو يشتغل. فمن اعتبرش عندنا في الفم حصل مع عملية هضميه يا ضبعي. العميليز كده كسر شوات رابط كده وسيطة. ونزل على طول. تمام. قال لك والله عندنا زي ما احنا عارفين مسلا لو احنا كنا اه استرش منزل. فلسرش ده في نوعين من السكر عندنا. فيه في نوعين. فيه والله زي ما ق展 перв كده اللي هو عندنا لعميليز. تمام? الاميلوز آآ السكر الاميلوز تمام? وفي اللي ههه قدcer. لكن اللي احنا لدينا ده يقول لها بدك ادي ان في الاميل از بيكون عندنا اللغاوة اللي هي dent هو الالف واحد واربعة. لكن في اصليل عدينا اللغاوة اللي هي الف واحد وربعة. وعندنا اللي هي الف واحد ستة. اللي هي عاملة علاء عاملة ايه عندنا ايه عاملة اللي هو الفرع عند نا عندنا ايه في السكر بتاعنا مسلا اي حاجة تمام طيب وفي فالاخر عندنا والله بيدينا عندنا كده سكرات بسيطة. تص ei ما كان بتاعنا. تمام؟ آه هو مسلا كان على حسب اه او على حسب مسلا كان فيه فروة الليوه في ال او كان عندنا السكر بتاعنا مسلا كان عبارة مسلا على العما hypothetical كده ما زه ماieneان فوست فارقة ما بيكون مثلا فبنتمع expectingها عندنا ده عندنا نشوات سكرات اللي تقصر ونسميها عندنا تمام. حتى لك اللي احنا عندنا في الفامن يفقدر عندنا شور طيب او مدد صغير عشان كده الاماليس ما بحاشر ان هو يشتغل ايه دهو بيكسر شوية رابط بس. وينزل عندنا في الاخر فين في الستمك. تمام? زي ما احنا شايفين كده هو عندنا ده مسلا كان سواء مسلا ده عندنا ايه جلاكو جين اهو. تمام? وعندنا زي ما احنا شايفين برضو العميلو بكتن. فده ان هو يكسر عندنا الروابط دي زي ما احنا شايفين كده. ايه اللي هو عندنا العماليس بيكسر روابط اله فيها عندنا في العميل بكتنا في في روابط في فروع WITH ايه اللي عند ايه عند السكر اللي هو بالله احمر ده تمام? دي عندنا الجليكوزما العمياليرسم بدار تشنوا يشتاو ايه يكسر عشان هي بيكسر رابط واحد وربعة لكن coin watch一點 واحد وستة فهم بدار شواية قسر رابط دي بيكسر بس رابط اللي ده بس كده وبعضين تمام طيب فبدنا قول ان شوات السكرات كده وعبارة مسلا عن ايه داي اه وعبارة مسلا عن انا الشكل ده عبارة عن اوليج وشوات سكرات كده مع بعض البيتاد عندنا يخش عندنا ايه في الستمك. تمام طيب تعاني شوف ايه نتكمل مع بعضينا. طبعا بعد ما دخل عندنا في الستمك ايه اللي هو يحصل? قال لك والله عندنا الانزيم ده ما بيشتغلش بيوقف عمر. ايه طيب كده? لان احنا عارفين ان عماليس ده زي ما احنا شايفين كده عندنا في بي اتش بيشتغل في بي اتش حوالي سبعة يعني وسط متعادل. لكن لما نزل عندنا في المعدة تحت البيتش قال جدا وصل عندنا مسلا الاتنين في المعدة. واسط حميدة. فبالتالي عندنا العماليز بتاعنا مبد proposing النواة يشوف شغله في اليه؟ في عندنا في في السمك في المعدة. يبتدأ böyle كان عندنا يخش فين؟ يخش عندنا في صف المنزقة. يبقى احنا عندنا كده كان جاي الاعماليز شغال عندنا في الفم. اتكسر شوية. اتكسرنا عندنا شوات آآ روابط عندنا الف واهد واربعة. بقى يدخل عندنا فالسمك مادرش نواة يشتغل عشان اللي عندنا للصمك لما الوسط الحميل ده عمل ايه للاميليز بتاعتنا. فايه بطل عمل بدرش ان هو يشتغل. تمام? دخل عندنا كده في تد والله عندنا في البنكرياز بعد هنا كده شوية برضه ااميليز تاني نسميه عندنا عشان جاي من جاي من من البنكرياز فسمينا عندنا تمام? مين اللي بيحصل? والله نفسي كمان بيقصر برضو رابط اللي قال لي الالفا دي بيقصرها. ولكن احنا عارفين طبعا لو جدنا كده نشوفه عندنا. ان احنا عندينا البنكرياز shack ضعيف. وقال لي احنا عندنا نفس الكلام زي ما بيفرز عندنا مسلا المكان اللي هو اللي عندنا اللي بتفرز في البنكرياز بيفرض ما حاجة اسمها عندنا اللي هو عندنا طب ليه فرضوه? قال لك والله ده وسط عندنا او حاجة يعتبر عندنا قاعدية. ما انت نزل عندك اللي هو الغزاء اللي نزل عندك اللي نازل من الصمك يعتبر حميدي. والبنكريات ما بيشتغلش على الحاجات الحمودية دي بيشتغل في وسط ايه? تمانية. تمانية. فبالتالي عندنا ده بيعادل بيعمل او بيعادل الواسط اللي نزل ده هو الحميدي بيحاول يخليه مهيأ او يقدر عندنا بنكرياتي هو يشتغل فيه. خليه وسط عندنا حواري كم? تمانية بيتش. تماني اشتغل ايه? اللي هو بنكرياتيك اميليز ده يشتغل فيه هو. تمام? بيكسر عندنا ليه? بيكسر عندنا والله اللي هي الالفة واحد واربعة زهم ولنا. تمام? تعال نشوف مع بعضين. قلع كده عندنا زي ما حتى شايفين كده البولي ساكرايت بتاعنا اللي هو نزل من الصمك نزل عندنا في الانتستن. بتادي عندنا بنكرياتيك اميليزين ايه بعت البنكرياتيك اميليز يجيب عندنا من المنكرياز ويكسر البولي ساكرايت دي ليه ضاي ساكرايت. هو شخص اللي هو بيكسر عندنا ليه? خصي HipX. لكن اللي هو يكسر عندنا بقي كده المونساقرايت دي شوية انزماتي ان شاء الله ما اعرفها مع بعض كمان شوية. تمام? طيب. انا اعاسف لو ما حالي كش واضح ولكن متصرحة انا عندي برضه فاسف انا لو حالي مش واضح ولكن شاء الله يعني يحاول ان يكون واضح الان. تمام. برضو عندنا في الانتستانية اللي عندنا وليه عندنا الا امعاد بتاعتنا دي. في برضو عندنا زي ما احنا شايفين كتاعة لعزا وارك حاجة. تخيل مسلا عندنا ده بالشكل ده? ده اللي مسلا معاه بتايتنا بالشكل ده. اهو. في حاجة جوة هنا عندنا اسمها اللي عندنا ايه الحاجات اللي بتبطن اللي ايه معاه بتايتنا دي. تمام? طيب. في عندنا حاجة اسمها هي خلاية هنا بنقول لها اللي هي اللي هي البراش بوردارسل. فيه هي كده بالشكل ده اللي عندنا خلاية لان نعرف فيديتها كمان شوية تمام والله الخلاة دي بيكون طالع منها زواية بالشكل ده. دي يكون طالع منها زواية بالشكل ده كده. بيب suppressed عندنا ينزل على هل الكربردي بتاعنا دي. يجب عندنا السكر ي phones шaikum شايف ده عندنا دي. الاند اللي فوق خالص. النهاية الفوق دي. ثانية واحدة كده مع بعضينا كده. مسلا نجيب ده. اللي فوق دي عندنا بيكون فيها شوية انزيمات في دي دي بنسيبولنا عليها الانزيمز. يكون موجودة عندنا اي فن? فوق الاند والسيط عند عند ببريش بوردر بيكون عندنا حاجة اسمها بياس براج بوردر بيتامله والله بيكون عليها شوية انزيمات بتتريبها تقسر سكر السعر للو زي ما عنا شايفين كده ده بتاعنا اهو اللي هو عندنا العمعة بتاعتنا اللي ه pig liها الانتيروساييس اللي هم غلفها بالشكل ده عندنا بتعملها تبطين في لانتيروسايس عندنا حاجة اسمها براش بوردرآآ جميلة في حاجة فوقيها او طلع منها زواج تتريبا اسمها بيميلة اند. بيكون عليها انزيمات تقدر هي تقدري تقدر زدol سكراد يتدنا عندنا مونوك فاكرات عشان يدع ايه? يدى الخلاقة تنتصstory مونوك فاكراد عشان هيقولن لننا الخلاقة تنتص데وق بس. فيانا عندنا وصلنا فوق في الأميليز. قطر خير الاLEREx tعم معنا وليس pend Blue اولو عندنا قطر خير امشتغله الا اثنين وندونا عندنا في الاخر ضاي Solado масلا او. اوو اللو هو اللي Girald دوله تمام طيب. الخلاقة مشادر تشتغل مين اللي هيكسر عندنا الدينتساكرايد ده اللي الانزيمات الموجودة عندنا فين? في البراش هنا بالشكل ده. تمام? تعالوا نشوف مع بعضين. زي ما عميشاق فين كده بالشكل ده? عندنا هنا سكر دايساكرايد هنا عندنا اهو. تد عندنا البراش الانزيم siinä موجودة عندنا في البراش بوردم. توقصر وتدينا عندنا يدخر خليات انتصه وتستفيد منه بقى وتوقعينا عندنا الكابت بقى يستفيد منه والله يخزنه ويعمل له عايزه. الكابت بقى زي ما هو عايز. تمام? فوالله من بعض الانزيمات دي عندنا احنا عارفينها طبعا زي مسلا عندنا ده بيكسر بالشكل ده. وطلعينا في الاخر اتنين جزئة جلوكوز. لان احنا عارفين طبعا الساكروز بتاعنا هو يعني ايه? لا انا اياسف معلش? الساكروز بيكسر الساكروز بتاعنا ويطلع اتنين جزئة واحد جلوكوز واحد فراكتوز. ده المنمر بتاعته. لكن هو اللي عبارة عن اتنين جزئة من الجلوكوز. بيجي عندنا مالكتز يقسر المالكتوز ويطلع اتنين جزئ من الغلوكوز. نفس الكلام اللكتوز اللو هو موجود عندنا في اللبن بيجي عندنا إنزيم اللي هو اللكتز يقسره يطلع عندنا ايه? يقسر عندنا الميرسي قصدي المرتز اللي هما دول عندنا ان شاء الله عشان ان شاء الله نشوف كمانشواءalling ايه ازاي بيحصلون بقى ابزربش. هلو ما عندنا المونسكراي الدول. هنشوف ان شاء الله ميكانيز متى كل مع بعضين. تمام. زي ما احنا شافين كده برضو عندنا حاجة اسمها الايزو مالتز. زي ما احنا شافين كده برضو. سانية واحدة بعلش. الايزو مالتز ده. نفس الكلام برضو بيقصر ربطة الهيه واحد وستة. كانت موجودة عندنا في ايه? في حاجة اسمها الايزو مالتز. احنا عندنا الفنة بين المالتز والايزو مالتز هم ده في المالتز. لكن في الايزو مالتز بيكون عندنا الرابط عبارة عن الف واحد وستة. فبيجي عندنا الايزو مالتز بقى ده الانزيم اللي بيقصر اسمه مالتز بيقصر. بيقصر عندنا الف واحد وستة. تمام طيب. فعندنا فين? في الايزو مالتز برضو. في الايزو مالتز طيب. يجي عندنا برضو نفس الكلام. المالتز هو. يقصر عندنا من المالتو تريوز. احنا عندنا المالتو تريوز عبارة عن تلات جزائيات من الجولوكوز. نفس الكلام بيجي يقصر برضو ايه الرابط اللي عندنا اللي عبارة عن الف واحد واربعة. بحيث في الاخرية طلع لنا ايه جولوكوز اللي هو المنور بتاعهم. يقدر عندنا الخلايا تمتصوا. وهي تستبد منه تقدير عندنا بايه. في اللي هو عندنا ويوراح عندنا الكابد ويعمل اللي هو عايزه. طبعا انا شوف مع بعض. الآن والله دي ما احنا عارفين. او حاجة وسطة كده بيليميلك الدنيا يعني. بقول لك والله زي ما احنا شوفين كده وعبارة عندنا عن اللي هو في عندنا اللي سارش في اتنين معين من السكر. في اللي هو منه اللي هو بيكون عندنا الاميلوز. وفي عندنا اللي هو البرانش ده اللي اطلع منه فروعة زي تمام. قال لك والله بيكون عندنا ايه اللي هو الروابط الالف واحد واربعة والالف واحد وستة. زي ما قلنا عندنا اللي هو سواء الاميلوز اللي هو البانكرياتيك او اللي احنا عندنا السليفة الاميلوز زي ما قلنا بيقصر رابط ايه? واحد واربعة. بيتبقى عندنا في الاخر بقى والله بيديك عندنا ملتوز. سكر سناني اللي هو ملتوز. ملتو تريوزة برا عندنا جزياد سكر. ممكن يديك برضو عندنا جولوكوز. يديك اوليجو امرز اه اوليجو امرز. عندنا يعني شوية امرزات عندنا او شوية مسلا عندنا منامر من السكريز بتاعتنا. فسرك عندنا حاجة زي يقول اللي عندنا ده هي ديكسترين. تمام? يدينا عندنا حاجة اسمها ديكسترين. ده خلال الاميليز. يجي بعد كده عندنا اللي هي اللي احنا هلنا عليها اللي هو السكريز او مسلا عندنا الاكتيز او المالتيز دول عندنا اللي هو ما بنسميهم اللي هو بيكسروا يدينا في الاخر مونو سكريز. تمام? يبقى ده عندنا ايه? اللي احنا عرفناه من شاء الله. طيب. تعالوا نشوف مع بعض. ده كده مخطط يعني. احنا عندنا مسلا الاصطرش بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. ابتده يجي عندنا مسلا اللي هو السليف انزيم ده. اللي هو من سلاك باللون البنفسي جدا. يكسر عندنا شوية والله بيستغر حجمها شوية. يبدي يدي يدينا عندنا ضي سكريز كده او زي ما احنا شايفين. او مسلا سكريز. ده المهم انه احنا عندنا بيكسر عشوائي. يدينا زي ما هو عايز. تمام زي ما احنا شايفين كده. اهو. بقى كده زي ما قولنا عندنا بقى كيبي يجي عندنا بقى بقى البنكرياتيك انزيم. يكسر تاني برضو نفس الكلام ودينا ليه الضي سكريز زي ما احنا شايفين كده. لحد يجي عندنا في الاخر مين يجي عندنا بقى اللي هي 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 زي ما قولنا. اللي هو كان عندنا اللاكتز والسكريز والايزومالتيز وكل الكلام ده. اللي هي عندنا ايه? اللي هي موجودة في بتطلع على الانزيمات دي بتحس تقصر ده السكريز ليه مونو السكريز لشي نقدر جسمنا اللي هو يمتصه ويستفيد منه. تمام? طيب. يبقى كده عندنا في الاخر اللي احنا عصرنا منه في الاخر على ايه? على مونوساكرايد ده اللي هو الجلوكوز بالشكل ده مسلا اللي هو او مسلا الجالاكتوز او الفراكتوز دولة كل ما عندنا مونوساكرايد تقدر خلالة تمتصه وتستفيد منه وتعمل به اللي هي عايزة. تمام? طيب. تعال نكمل نشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين كده بقول لك عندنا الضائف الساكرايد بنحصل منه ازاي? قال لك والله ممكن نجيب عندنا الدع ہے ساكرايد باكتر من الطريقة. زي مسلا بيكون لنا مثلا عاز تجيب مثلا اللي هو المالتوز ك으니까 لو انت عاز kalau انت عاز تحصل على المالتوز تجيب والله الاصطرش دي وتعمل لها درس او تقصرها بتاديك عندنا ايه? بتاديك مسلا مالتوز سكر ده سنائي مسلا. او مسلا عندنا الضائيل بتاعنا حنا كل ممكن يكون فيه السكر السنيح زي مسلا عندنا لو كنت قلت فاكهة. يكون فها سكر الساكروز مسلا. ده سكر سنيعي او مسلا ايه كالت شريبت لبن مسلا. في Thereктとوز. تمام ده كلله عندنا سكرات سنية بتيجي عندنا عن طريق الغذاء كده مباشرة. تمام? طيب. تويب واحنا عندنا اللي ييجي بعد كده اللي بيكسر الرابط السنية دي. اللي هو بيسامين عندنا الطاق اللي واحنا عندنا الانزيم اللي هي الطاق الطاق اللي بتكسر السكر السنائي تدينا سكر اه اه احادي. زي والله زي ما قولنا عملين ايه ده هو السكروز والمالتيز و vê the نكسر سكر معين. زي واحدة شايفين كده والله تحت اوه. الساكريز بالشكل ده. وكده ايزو مالكتاز. زي ما قلنا عندنا اللي احنا قلنا هم فوق ان شاء الله. يدينا في الاخر عندنا بحيز جسمان يقدر نوع يمتص ويستفيد بيه. تمام? طيب. تعالنا نشوف مع بعضينا. ده كده عندنا جدول البسيط كده بقول لك يعني زي بعض الانزيمات. بتشتغل على الاني بحيص صلع لك بردكتو معين. مسلا زي ما عندنا مسلا لو اجد لك واميليز زي ما عندنا بمقر مسلا يستغل على الملطوز. تمام? يشتغل على مسلا الملطوز. يشتغل على النشا. اللي اللي صارش زي ما قلنا وكما نشاها بيكسر برضو اه الاميليز بيكسر النشا. تمام? فبيشتغل على كزا حتى في الاخر يطلع لنا ايه? طلع لنا مسلا جولوكوز. لو مسلا يشتغل على الملطوز. ده احنا عرفين طبعا الملطوز ده. عبارة عن اه مسلا ايه? اتنين سكر مع بعضه عبارة عن اتنين جولوكوز. فهو بيكسر رفضه ويدينا في الاخر جولوكوز. تمام? لو ايزو ملطوز نفس الكلام بيكسر برضو الملطوز. والملطوط ريوز. بحس في الاخر يدينا عندنا جولوكوز. او مسلا يكسر الفا ديكسترينز. يعني شوية ديكسترينز يعني ايه? يعني الشورت تشين او السلسلة صغيرة من السكر بتاعنا. مسلا شوية مسلا جولوكوز مع بعضه يخش برضو يكسرهم. ويدينا في الاخر ايه? بالشكل ده. نفس الكلام بيشتغل على Harris ادينا في الاخر الوج يدينا المنمر بتاعه. احنا عارفين ان المنمر بتاع العبارة عن ايه? عبارة عن جولوكوز وجالكتوز. وبيجي والله المقطع ايه في الاخر معاτάة الانزيمة اللي بيتيقصر. بيشتغل على الدين يعني السكر نفسه. يدينا الجولوكوز. اللي هم المنمر بتاعهم. ب Picas نفس الكلام الصقريز بالشكل ده بيشتغل عليه بيشتغل على السكروز. والله نفس الكلام. بيبطيدي يشتغل عندنا احنا عارفنا بكده ان السكروز ده. قبارة على اتنين سكر. جاي من الجلوكوز والفاركتوز. فلو قصروا يطلعينها والله في الاخر البوردة جدوتنا. عبارة عن جلوكوز وفراكتوز. ولكن يعني برضو ان اللي هو ده بيجدر يشتغل برضو على المالتوز والمالتو تريوز. فلو يشتغل علي تنين ده بيطلعينه برضو يجلوكوز. يبقى عندنا الساكريز بيشتغل على الساكريز بشكل اساسي. وبدأ برضو انه يشتغل برضو عليه على تمام طيب. وده عندنا والاها كده في الاخر يعني رسمة كده بسيطة وتوضيحية. بيتلميلك الدنيا كلها بتقول لك والله احنا كان لدينا بيخش عندنا في الماوس اول حاجة. فده عندنا الالف عماليز يشتغل ويكسر الف واحد اربعة بند. بيكده يخش عندنا في اللستمك. اللي اللستمك بتعمل له عندنا اللي اللي بتوقف بتصبطه وعندنا بتعمل له انهيبشن. اللي هو بيخش عندنا بقى كافي في جميعكم عندنا بقى في ويشوفها المسلا جسمين بيحتاجوا يطلعوا في الدورة الدموية. يروح مسلا جسمنا يستخدمه اول مسلا لو جسم مش بيحتاج تقى دلوقتي يبتدى النوع يخزونه عندنا في سورة ايه? سورة جلاك وجد. ده كمان ان شاء الله اللي نعرفه مع بعضينا باعي كان ان شاء الله في الميتابوليزم. ولكن هنتقل مع بعضينا في دلوقتي في عملية ليه? الافزر بشان اول امتصاص. انا بيعرفنا والله ان السكر بتاعنا بمتص بس في سورة عندنا مونوسكرايد اللي هو احنا عندنا السكر رحادي جزئي السكر واحد بس ولكن عندنا جلوكوز جالكتوز فاركتوز اللي السكرات الوحادية دي. امتدى ان احنا عندنا يمتصون في اللي هو الاسن عشر او حاجة اسمها موجود عندنا ده جزء من تمام طيب. يقول لك ورده قال مسلا بمتص في دولة بس قال لك والله لا ممكن عندنا مسلا كمية او بحاجة بسيطة جدا تلاقي عندنا مسلا بمتص في الاستمك وفي ولكن بسرعة سيئة فين فعندنا في ده عندنا برضو جزء موجود عندنا في تمام طيب. يبقى احنا عندنا دي دي عندنا المكان الاسس اللي هو بمتص فيه. ان شاء الله ده هندرس مع بعض ونعرف ازاي بيحصل عاملية هي العبزور بشمع بعضينا ان شاء الله. ده برضو نفس الكلام بولك ان احنا عندنا يعني كربوهادريت حوالناها مونوسكرايد بقى يبتدى عندنا بقى مونوسكرايد دي خش عندنا في وخش عندنا في يروح عندنا اللي بقى يشوف له عاز يستخدمه مسلا او مسلا يطلعوه عندنا تاني في ويبتدي جسمان يستخدمه او يخليه عندنا ويخزينه في سورة يحتاجه بعد كده ان شاء الله. تمام طيب. ان شاء الله نكمل مع بعض في طيب ان شاء الله نكمل كامل معنا او الامتصاص ازاي بيمتم امتصاص عندنا الجزئات السكر بتاعتنا دي اللي هي المونوسكرايد ازاي بيحصل لها عندنا عملية الامتصاص دي ان شاء الله بعد الامتصاص عندنا. ولكن او الحاجح عايزينا في الفرق بين تلت حاجات عشان تفهم من دراك ليه لايقش ازاي او الحاجح عندنا سيمبل ديفيوجن ويه اس iyلية دي عندنا تلت حاجات اللي عايزي نفرق ما بينهم. تمام ايه الفرق بينهم. نسمع لو كده عسنا لو عندنا شوية حاجات كده شوية عناصر صغيرة دخل لوحدهم منو Osgeiro اي حاجة مسلا عندنا شوية مياه دخل واحدهم او مسلا شوية تدخل الوحديو. شوية دعون صغيرة كده دخل واحدين من الم beispiel وديهم مستارة اي حاجة بنو عليه دخل واحدين كان عندنا بالشكل ده كده برا eca دخلوا عندنا جوا وبالشكل ده كده لوحدين لو Actonbuilt طيب لو الحاجة بتاعت ان charity حتاجت مسلا ده مسلا العنصر عايز يخش عندنا الجزيل اللي عايز يخش عند نا دخل بمساعدة مسلا لو حاجة مسلا شرطه بالشكل ده مساعدة اي حاجة بالشكل ده عندنا دخل كده حاجة ساعدته بان هو ادخله بنسمي عندنا فسليتة تبيوين. لابpla لو في حاجة كده شلته ودخلته يقول عليه فسالية طيب. لو الحاجة اللي هتشيله ده تحتاج عندنا طاقة بنو عليه. يبقى احنا كي عرفنا ايه الفرقة بينه التلاتة. لو الحاجة ده خلت لوحديها من كده لوحديها جزيات صغيرة مسلا شوات من الرز شوية شوية ووتر شوية لبا صغيرين دخلوا واحدين و بنو عليه اللي هو عندنا عدل وحدي. طيب لو في حاجة شرطة ودخلته بنو عليه فسالية لو في حاجة شرطة وبيحتاجت عندنا عشان احتاجة عندنا او طب. تمام. ازاي بقى بيتم امتصاص الزكارات بتاعتنا? قلنا والله كده بالشكل ده حاجة بسيطة جدا. يعني عايزين الكام حاجة اللي عايزين دخاله عندنا مسلا بالشكل ده. والله ما يكتلكون مسلا عندنا جلوكوز مسلا. مع الجلوكوز. ويفه رأيكوز بالشكل ده. قلنا في حالة الجلوكوز والجلوكوز في حاجة عندنا بسمية او في اختصار عندنا الايه والاس بشكل ده. ده عندنا ايه اختصار. هنقول عندنا استوديوم بروتين وان. او اللي هو عندنا اس لجلوكوز ده اختصار له والاس جي الي تي وون تمام ده عندنا وانه بالشكل ده. او بمنس المحدث عندي اللي هو جلوكوز فايف تمام ده عندنا ايه اللي بيدخل. تمام? ده من نوع اللي هو مش بيحتاج عندنا طاق. تمام? حلوة وكده. طيب. من ضمن حاجات اللي بتحتاج عندنا من ضمن الحاجات اللي هي اللي بتحتاج طاقة. حاجة ما نسميه عندنا اللي هو سوديوم بوتاسيوم آآ بامب. ايه هو سوديوم بوتاسيوم بامب ده? قال لو كلها ده عندنا. ان شاء الله كمان شو هنشوفها او قنوات. ساتف حافظ عندنا بتاع الخليجة بتاعتنا عشان بحيز ما يحصلش فهرة بتشارع وحاجة زي كده. بتخلى عندنا دايما بتحافظ انها تحاول انها تخرج السوديوم خرج الخلية. وتحافظ ان احنا طيق تدخل عندنا الكالسيم جو زي ما انشوفنا CoxZA ان شاء الله كمان شوي.鬥 احنا عندنا كده اللي احنا عارفناه. ان احنا عندنا في حالة الجلوكوز وبالجلكتوز بخش عن طريق اللي هو عندنا اللي هو عندنا لوراتبروتين وان. وفي حالة الفراكتوز عندنا اللي هو الجلوت آآ ده عندنا بيدخل الفراكتوز. طيب. لما دخل عندنا داخل الخالقت والتهم عايزين بقى يخرج من خارج الخالقة كده يروح عندنا للسرك و ليش عشان يروح عندنا للليفر. اللي بيساعد ان هو يخرج التلاتة مع بعضهم. صح اي واحدة فيهم. اللي هو عندنا. تمام اللي هو برضو نفس الكلام. اللي هو جلوكوز. تمام طيب. عندنا بيخرج التلات حاجات دول هو السبب عندنا مسلا جلوكوز. او الجالكتوز. او الفراكتوز. بيخرجوا من الخلايا بتاعتنا. عندنا بحيس يروح عندنا بقى كده للليفر. مشوف والله عندنا هياستخدمهم ازاي? اه لو مسلا ايخزنه في سورة جلاكو جين. ولا يعطيه يوديه عندنا ويهي يستخدموا عندنا ايه في جسمنا ويدي وطاقة لجسمنا. تمام? زي ما نشوف مع بدنا ان شاء الله. طيب ده ا treated ان شاء الله إحنا الحمد للوصلنا كده له ايه دخلنا عندنا في ووصلنا بتاعمل أو بتبطن بتاعتنا أو العمام نحن gé維 five hola عندنا حاجة زي ما其實 عندنا بالشكل ده اللي يه بالشكل ده عندنا. زي ما احنا قولنا كده. التي بيكون فيها موجود عندنا الا انزام اللي بتقصر عندنا الدايس ووديدنا المونة اقريض عشان يدر جسمان ايه يمتصى واستفيد منك. اللي والله في حقيقة احنا دهات عايزين مسلا ندخل عندنا اهو جلوكوز وفاركتوز وجالكتوز. اللي في حاجة الجلوكوز والجالكتوز من اللي بيدخلهم بيدخلهم عندنا اللي هو ايه? اللي هو ايه? اللي هو اللي هو السوديوم. السوديوم جلوكوز اه ده اللي بيدخل عندنا اللي هو عندنا الجلوكوز والفاركتوز. اه الجلوكوز وايه? والجالاكتوز. تمام? ولكن لما بيدخلهم لو انت واخدت بالك بيدخل معهم اتنين ايونز و منين من الصوديوم بالشكل ده. بيدخلهم دخل ايه الخلايا بتاعاتنا كده. بيدخل اتنين ايونز في حالة اللي ايه? في حالة الجلوكوز وجالاكتوز. بيدخل معنا تو صوديوم ايونز بالشكل ده. تمام. لكن بحالة الفراكتوز بيخش عندنا عن طريق الواء بالشكل ده. الواء بيخش عندنا حالة ايه الفراكتوز ويدخلوا عندنا ايه من غير ما يدخل معه صوديوم ولا اي حاجة. تمام طيب. تعال بقى كده احنا عندنا صوديوم ده دخل عندنا باب الشكل ده دخل خلايا عايز بايخرج وروح عندنا البلد او راح عندنا مسلا الفين اللوعية بحس يوصله عندنا بعد كده للكبد ويبتدي بقى الكبد عندنا يشوف قال هو مسلا يستخدمه ومسلا يخزينه في صورة او مسلا يطلعه عندنا جسميا الاستفادة منه وكلام ده كله. من لو يطلع عندنا السكرات دي يطلعها برة. قال لك والله عن دليل هو الجلوتو بالشكل ده. الجلوتو اللي هو عندنا جولكوز وترانسبورتو بروتينتو. وده بيتخرج عندنا جلوكوز وجالكتوز والفركتوز. يؤديهم عندنا في بحيز بقيه يروح عندنا ليه الكبد والكبد يستخدمه. تمام طيب? عندنا بحاجة اللي هي عندنا اللي هو الصوديوم. آآ صوديوم بايتي بايز اللي احنا قلنا عليه. دي بتعمل ليه? بتساعد في اللي هي تعمل لوزموذك عندنا. دي ساتفلها تحفز على الاسموذية بتاعة الخليط متاعتني. بتحفز اللي هي تدخل دايما تدخل دايما عندنا بوتاسيوم جوه وتخرج سوديوم بره بالشكل ده. فالله والله عندنا نفس زي ما احنا شايفين كده بتخرج تلاتة اه من السوديوم ودخل مقاروم تي من البوتاسيوم بالشكل ده. تحفز زيال بحيث تعمل عندنا الاسموذية عندنا بتاعة الخليط تكون عندنا مناسبة بحيث تقدر تعمل عاملات خ quadrant هايلك. تمام كده. احنا عندنا تلات حاجات اللي شفناهم. اللي و عندنا بالشكل ده. ده اللي بيدخل والله الجلوكوز الجلوكوز بيشدخل عندنا فاركتوز نفس الكلام الجلوكوز و بدخل عندنا بيدخل ايه الجلوكوز? و بيدخل معه دايما صوديوم هو والجلوكوز تمام? لكن في حالة الفاركتوز بيخشوا الوحدين من غير اي حاجة اللي بيخرجهم بقى و ايو دوين عندنا اللي هو عندنا البحركوليسن بيحشوا عندنا ليه الكبد والصدوم زي ما هو عايز. فيه عندنا بقول عليها اللي هي سوديوم بوتاسيوم اللي هي بتخرج عندنا وبتستطف عندنا تعمل اسموزية بتخرج ولا تلاتة ايون زي من السوديوم. مقابل ايه دخل ما بينهم اتنين ايه? اتنين ايون زي من البوتاسيوم بحيث تحفز عليه تركيزه برا وخارج الخلية. تمام كده? تمام. تعال نشوف مع بعض دي. زي ما احنا شايفين كده انا بقول لك والله احنا كان عندنا الملتوس. اتحول عندنا ليه اتنين جز rescued من طبعا عن طريق اللي هو ليه الملليز النزام اللي بيكون موجود عندنا في اللي هو بيكسره. بقى كده والله زي ما احنا شايفين كده الفراكتوس دخل بالشكل ده عن طريق طبعا. بدخل عندنا والجدلج دخل معهم ايه بالشكل ده. بقى كده والله عندنا اللي يعني بيبينها حتى تانية ما عندنا للجدوطarakتوز تحرجهم بقى كلهم وندوم عندنا ليه بالشكل زي ما وكبد يتصار فيهم زي ما هو عايز. تمام? طيب. انا بقول لك ان احنا عندنا المنطقة اللي بتصنع عندنا الانزيمات مثلا عندنا اللاكتيز او مثلا عندنا السكريز او اي حاجة. بتلاقيها دايما الحتة اللي بتصنع الانزيمة لو بتطلع عندنا الانزيمات بتلاقيها ده جنب اللي ايه جنب او النواقل بتاعتنا. مش انا شايفين عندنا فيه نواقل بتاني للسكرات بتاعتنا. جنبها بقى اللي هي المنطقة اللي بتطلع الانزيمات تكون موجودين جامعة بعض. بحيس ايه دار يكسر الانزيم يطلع يكسر السكر. يلاقي جمبية على طول اللي هي البوابات اللي هتناله يدخله جوه. تمام? يبقى اللي هي عندنا اللي هي النعوكل بتاعته موجود يجمبية على طول ميروحش معي دعانة لأ. بيتلاقي والله عندنا مسلا دي بتطلع عليه اللي هو اللاكتاز بيهرق يكسر اللاكتوز بالشكل ده. يدينا بالشكل ده عندنا اللاكتاز يكسر اللاكتوز جدين عندنا الجلوكوز والجالكتوز. يروح عندنا على طول اللي هو الجلوتو بين شكل ده. بيحس يخرجه على طول. تمام طيب. يب lett عندنا ايه? في حالة اللي هو عندنا لطيز. اليه الاتنين جانب ببعض. تمام? تعالи كامر مع بعضين. بقول لك برضو عندنا نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق اللي احنا عندنا اللي عندنا انه. الو ايه? اللي هو يعني ان لدينا الجلوكوز والجالكتوز. برضو بقولا عندنا لوهه لا بدنقول عندنا برضو ساعات لوهه ايه لوهه الان ايه لوهه هيساعد برضو في النووي داخل الخلية. وعندنا لوهه اللو عندنا البام في ده ساعد فنووي يقلل السوديوم داخل الخلية بحيس يطلع بره. مش هنقولنا عندنا لو بدياداخد سريع ايونز من السوديوم. ويخرجوا مرة ويدخل اتمكنوا باتنين عيون زمن الموتاسيوم. نفس الكلام. فو البقاي بيخلى عندنا له او في كمية ولاي ي komun من السوديوم داخله في الانفيرومنت بتاعة الخلية جوه بيخلى عندنا في الخلية فيها السوديوم ولاية. تمام? طيب. تعالوا تشوف مع بعضينه. داخل سورة ان شاء الله مع بعض. زي ما احنا شايفين كده اوه. كان عندنا اللي هو بالشكل ده. اللي هو سوديوم جلوكوز بحاول اهكد عليكم اول معلمة كاسم ارة بحيث تثبت في دماغك يعني. تمام? طيب. دخل بالشكل ده ودخل معاه والله السوديوم زي ما احنا شايفين كده. نفس الكلام اللي هو برضو نفس الكلام. دخل دخل معاه السوديوم نفس الكلام كده. بعد ما دخلوا عندنا جوه بالشكل ده. وعندنا نفس الكلام الفرابتوز. عن طريق اللي هو بالشكل ده دخلوا. جي عندنا بقى كده خردهم كلهم بحيث يروح عندنا في بحيث يروح عندنا كده لي الكبد. الكبد والله لو خزينا عندنا في تاني. الدورة الضمانية بحيث يستخدمه جسماني يحصل منه عطاقة وكلام ده كله. وعندنا نفس الكلام اللي هو عندنا ايدي اللي بتساعد في انها تحافز عليه بتاعاتنا بحيث تحافز على الاستموزية بتاعت الخالية بتخرج عندنا من الصوديم وال ideally procrastination pola وادخل مكانها بتاسيوم والريكي بالشكل ده ودخل اتنين بحيث تحافز على لاستموزية بتاعتنا بحيث بتاعتنا بحيث تقدر تقوم الايه بالعاملات الحقيقية بتاعتنا من غير اي مشاكل. تمام? طيب. والحمد لله بكي يكون خلاص في شرح النهاردة دجشن والعبزر بشن الكربوهايدريت اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو سهل وبسيط يعني. لو في حاجة مش في محاول تعدى وان شاء الله يعني تفهمها. واسف جدا لو سيتك نفاقي مشكلة والله تعبان جدا فآآ انا اسف جدا. وبس جاء سبحانك الله وبحمدك وشهد ان الا انت استغفرك واتوب عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.